نمر مشاهدنا إلى خبر آخر حيث أعلن ديوان الوطني للحج والعمرة عن تمديد أجال مناقصة تقديم خدمات الإسكان والإعاشة ونقل الحجاج والامتعى لحجاج الجزائر بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم حج 1444 هجرية 2023 وكشف مكتب شؤون حجاج الجزائر لكافة المجموعات والشركات السعودية المرخصة لها بتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل ونقل الامتعى الرغبة في تقديم الخدمات لحجاج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وإيجار مقر لمكتب شؤون الحجاج الجزائر بالمدينة المنورة لموسم الحج فقط عن تمديد أجال العملية إلى غاية يوم 26 جنفي 2023 على ساعة الثاني عشر منتصف النهار كما أوضح ديوان أنه ينبغي على المتعاملين المقدمية العروض إلى ضرورة إحضار أختمهم عند إضاع العروض بالقنصلية العامة الجزائرية بجدة للختم والتوقيع في سجلات العروض